موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم هنا نوع جديد معا من الرفرنس طيب اللي هو الانترفيس الانترفيس دي تدع هتقول عليها classes بس هي تشيل شيء غير abstract methods زي ما اتكلمنا قبل كده في الابستراكت classes ان هي تشيل abstract methods بس ومسوس دي لها ينبلي منتشان عادي وفلدس وكل شيء لكن الفرق هنا ان الانترفيس لا تشيل شيء abstract methods وconist variables نيجي برده ممكن نعمل المثال هنا على الانترفيس ان انا لو جئين عملنا فايل جديد والتي تست مثلا اوكي بس الkeyword بدلا ما كنت باستخدم class هنستخدم interface keywords تمام بس انترفيس لا يستطيع دخل مني object وانا جئت خد انا قلت new test قال لي test is abstract كانت بإنستانشيات ويقوم بإنستانشيات ويقوم بإنستانشيات بإنستانشيات لكن الفكرة انه هو بيتيح لك انك تستخدم abstract methods مثل abstract clause انك مثلا اي هدر مثلا اي هدر مثلا abstract display مثلا ويقوم بإنستانشيات كده انك تضيف انت حطت display اللي هيستخدم الانترفيس هو اللي هيحط المسطة المسطة مثلا مثلا لو عندي class account بدلا ما كان اضع ممكن اضع بجانب الانترفيس على عكس انك في الانترفيس لم تفعل الانترفيس بل استعدام من اختار slaughter انك تعمل implement keywords وenter إذا قمت ب الوثان الذي خاطر ؟ كابل舗 والمامل التفصل سريب Patreon يتم فضا نحن فضا Os workout المبارات اور المعمل من ثم هناك إسم الاثceans ISO Dia الهدر لبكثال قدم께 elite قم سألحت اقوم بندسبلي عشان دايز البلغ الم routine إستخلق الوضوط المكور موضوع الوضوع المسوطة تشادر المغموطة المغموطة هذه المغموطة في المغموطة يجب إستغلاق الانترفيس يجب أن تمتغل معي كل المب Environmental Palms وإذا أحضر المبسد يجب إستغلاق الانترفيس ويجب أن تجد إذا الأمر أكتبها يجب أن أكتبها لكي استغلاق الانترفيس وإذا اضع المبسد هنا وإستغلاق الانترفيس تحتاج الانترفيس كتبنا بابلك وابستراكت ومزللهم بالرصاص أساسا هم تكتبهم إذا كنت تكتبهم شيئا بيعتبرهم default مكتبين أي signature أو أي هدر لميسود بيعتبره ابستراكت وبيعتبره بابلك هذا كده الابستراكت ميسود داخل الانترفيس عادي بقى معاك كل الريترن طيب مفيش أي مشاكل الحالة المتحدة معي هي الكونست الكونست هنا بنعرفها أو السواد بنعرفها بكيوورد اللي هي الفايدة لانا مثلا اقول لpublic مثلا final int مثلا x 100 اذا انا عرفت السابت السابت ده ما قدرش اغيار كمتا دي الحاجة الوحيدة من الفيلدس اللي قدر اعرفها بعيدة في الانترفيس لكن ما قدرش اعرف فيلدس من غير القيام كما بدام اديتها كما هو اعتبال السابت لكن ما اعرفش اعرف فيلدس زي ما بعرف فيلدس استخدامها وغير قيامها زي في الكلاص هنا لو جيت رجعت هنا لعاكاونت و جيت مثلا هنا قدرش اعرف الفيلدس عشان اغيرتها هناك لانترفيس تمام لو جيت انا قدرش اغيرتها من الاتقاونت و قدرش اغيرتها اغيرتها انا اعرف فالفيلدس انا مسافة ما كتب اي متغير و اديره كما هو اعتبر فاين تمام كده اديل الانترفيس و استخدامها مع اي كلاس ان انا بكتب امبلمت ممكن لو انا كاريت انترفيس ثاني مثلا تست اثنين مثلا وقلت من نوع انترفيس وعملت في اي مسجد بردك عادي مثلا اي مسجد بتاخد قيمة عادي بردك وعملت هنا انترفيس متاح لك انك تستخدم اكثر من انترفيس مع الكلاس يعني هنا ان انا ممكن اعمل فصلة واقل اللي هي عند الكالك او تست اثنين اسمها تست اثنين واكتب اسم الانترفيس الثاني عادي اديني بردك اردك ان انا لازم اعمل المستس الى هناك تمام كده ايسا جاتلك المستس الى هناك على عكس ان انا ممكن انفعش اكستند كلاس يعني لو انا جيت هنا اقولت اكستند فورست كلاس تمام وجيت اعمل تفاصل فورست كلاس هيقول له كلاس can't extend multiple class تمام لكن ينفع تستاني مكازة انترفيس مع كلاس واحد الفكرة بردك ان هنا لما انا باجي لازم انترفيسها ما اضيفه في كلاس بيكبرني ان انا لازم اعمله اعتimana نكون المستس الى نهاية ان هنا بتقولك استрушيل كل المستس الى وعد Fair حل تاني ان يوجد كل مستس الى بار desenvolvением ان اعجب كانت التعلم واجаютه الى وعدiev لأ أعمل أ meng étقومan إذا قامتوا الى زجيلت نفسه كده الانترفيس خلص ندري مثال على الـ final keyword مع استخدامه مع الـ class الـ final keyword دي لها استخدامات كثيرة قلنا مثلا اول استخدام كلها كان ان انا عرف سوابت لو انا عمل اندي كلاس زي ده الـ account قلت مثلا public-int-final-int-x مثلا بيساوي 0 ده كده استخدامات ما ينفعش رقمته لو انا جيت هنا اكسيسته لو انا جيت هنا اكسيست اللي هو الـ new account.disbelay ماشي ده قلت الـ x مثلا قلت الـ x بيساوي 0 هادي نقرأ ها يقول لي can't assign a value to final variable ده سابق دلوقتي نفعش غارك من بتاعته ما السابقه ما يتران نقدرش غارك من بتاعته تاني استخدام للـ final keyword انه نقدر احطها قبل الـ public قبل الـ public أو الـ classes قلت final الـ final bubble classes كده الـ class ده ينفعه منه قبش اكتاء عادي لا يدينا اي مشاكل بس لو انا جيت اقرأسه اي class انا عندي هنا موجود يعني لو جيت قلت الـ extend this accountant عادي نقرأ واللي كانت انهرت from final accountant يبقى الـ accountant لو كلاس ده بدام حطت قبله final ما ينفعش ورس الـ class ده لأي حاجة اي تحت اخد منه object على عكس الـ abstract classes abstract classes ما ينفعش اخد منها object بس ينفع ورسه تمام و الـ abstract class ينفعش اخد منه abstract class اخر او اي class اخر لا يوجد اي مشاكل فيه ثاني الـ abstract final keyword لو انا كتبتها مع الـ methods اننا مثلا هنا في الـ المبلياة مثلا هنستخدم اي مبلياة منه مثلا هنا مثلا 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 الـ disability لو انا كتبت هنا عملت extend للـ المبلياة تمام فيه هناك abstract method هنشئلها عشان مش شرط نعمل لها المبلياة كده انا معي class بيورس الـ المبلياة الـ accountant لو جيت اكسس منه اللي هي الـ disability name عادي متاحة لها لا يوجد اي مشاكل هنا كده تطبع نالة عشان الـ name فاضي المبلياة بس لو انا جيت مثلا في الـ account هنا انا عاوز الـ disability name قلنا انه ينفع في الـ class وانا اخذ اي method من الـ parent class اغير المحتوى يعني هنا مثلا الـ disability name قد تعرض قيمة قيمة الـ name لو انا عاوز اتعرض مثلا كلمة سابتة اسطوليكم انا مثلا اخذ انادي المسوط من الـ account هنا دي اللي بتاعته اللي في الوقت ما فيوش بيبدأ يدور على الـ parent ويدور على المسوط في الاول ما لا يدور على الـ parent ما لا يدور على الـ parent ما لا يدور على الـ parent لو الـ class مثلا المبلياة بيروس كلاس يدور فيه ومبلياة السلسلة الـ inheritance كلها جاء اضفت final كيورد قبل الـ 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 المحاوة هذا um الـ 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 المسوط لнего bodies ما ترجمة نانسي قنقر